وعليكم مورودي ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم وصفة اليوم إن شاء الله ستكون عبارة عن بسطيلة بالحوت وبشعرية ديال السفة وهذا الفيديو إن شاء الله سيكون فيديو اشتراك مع صديقتي ناديا من قناة شهيوتنا ديال وصفة مجربة قناة تحت هي متنوعة كتقدم وصفات تجميلية ووصفات طبخة بما فيها وجبات غداء وجبات عاشاء طرطات حلويات أفكار المسمى المحشي وكذلك العديد من البريوش أو اللفطائر قناتها جدا متنوعة وزمينة بزاف إن شاء الله منها دخلوا لها غدي تعجبكم وكذلك كتقدم وصفة تجميلية طبيعية مئة بالمئة وإن شاء الله ده غدي نخليكم مع بعض الصور من الوصفة ديالها اللي غتقدم واللي هي عبارة عن بسطيلة بالجاج وكذلك بالشعرية ديال السفة عدوما الصور ديالها كنتمنتنا الإعجابكم حتى هي والوصفتين تجربوا إن شاء الله وتردعنا الخبار باللي كان وإن شاء الله هنخليكم رابط قناتها أسفل هاد الفيديو في صندوق له زل شك ده تعرفوا على قناتها ودبا بسم الله على بركة الله الوصفة والمقادير كنحتاج مئة جرام ديال الشعرية ديال السفة تكون رقيقة كنزيد عليها شوية تعال زيت نباتية وكنخلطهم مع بعضياتهم وكنديرها في البرمان التي تكون فيها ماء غليان كنخليها كطيب يعني كأين فوق تطلع لفورة اللولة كنزولها من فوق النار وكندير سفة ديالي في القصرية وكننبدأ كنرش على الماء التي تكون بارد حتى كتشرب مزيان ذاك الماء وكتضع في الحجم ديالها ومن بعض كنهزة كنردها الكسكاشة وكنخلطهم كطفور لمرة تانية حتى كنحس بأن دخلها الطياب عادة باش تاني كنردها تاني كنزل سفة ديالي في القصرية وكنعود تاني كنرشة بالماء لمرة التالتة حتى كتشرب داك الماء وكيضع في الحجم ديالها وكتصبح ارتباء ويعني ملة جازة كنخلطها تشرب ديالكمية ديال الماء التي تضفت لها وكنردها تانية الكسكاسة كنخلطها كتطفور الفورة التالتة والاخرة ومن بعد كنزولها من الكسكاس كنحطها في القصرية كنضيف عليها شوية ديال الملحة وشوية ديال الزبدة وكنخلطهم مع بضياتهم وهكذا كنحصل على واحد صفة يعني كتكون كل شعرة كتكون ببحدة ما كتكون لمعجنة لا تشيح هذا كيف ماشتو الشكل تعاك يكون مزيين يغيط لتالتفورات رهم كافيين لباس صفة ديالي كتصبح جاهزة كنحط على هذا جانب وكندوس باش كنحط للحشوة بنسبة للحشوة كنحتاج واحد الملعقة ديال الزبدة و300 جرام ديال القيمرون كنخلو اليوم كتشحروا مع بعضياتهم واحد شوية ومن بعد كنزيد اليوم بالتوابل بنسبة للتوابل كنستعمل فقط الملح والقليل من الابزارة ومني ذاك الكروفيت ديالي كيشرب ذاك الماء اللي طلقه كنزولو بسرعة من المقرات ما كنخليوش حتى كينشاف تماما وكيصبح لنا ناشف وقاسح غير شوية ابقى في ذاك البلول دياله كنزولو باشاكدا ابقى رطب وكذلك كنشحر 300 كرام ديال السمك الابيض اللي كيكون رطب السمك بالنسبة للسمك اللي استعملت أنا استعملت الميرلون كنضيف عليها ملعقة كذلك ديال الزبدة وشوية ديال الملحة شوية البزار واكدا كنشحروا مع بعضياتهم واحد ثلاثة الدقيق بسرعة كي يجهز لنا السمك وكنزول السمك ديالي كنحطوه على جانب وكنناخد واحد البصلة كبيرة كتكون مشل ضرقيقة حتى هي كنضيف على ذاك المقلة اللي اسبق لي وشحرت فيها السمك ديالي كنشحرها مع ملعقة ديال الزبدة وشوية ديال الملحة وشوية ديال اللي بزار حتى كتنزل لي ذاك البصلة وكتولي يعني مشحرة ودابلة يعني كتكون شحرت مزيان كنحيدة حتى هي وكندوز باش كنحطر لنجمع جميع المكونات الدبا اللي عندي دبا مني حطرت هاد المكونات شحرتهم دبا كنناخد واحد المقلة كتكون كبيرة كندير فيها واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة وكنضيف عليها مية جرام ديال الفط اي شومبينيوم قطعة طريفة صغيرين يعني قطعة صغيرة وثلاثة الفصص ديال التوم اللي كنكون حكاهم كيف ماشتهم معي دبا كنشحرهم مع بعضياتهم مزيان حتى كنندمجو ليدو كل عناصر ومن بعد كنضيف عليهم البصلة ديال اللي شحرت وكذلك القمرون وكذلك الميرلون مني كنضيفهم عليهم كنحركهم غير واحد تحريكة بسيطة ومن بعد كنضيف نص حامضة مصيرة اللي كنكون مقطعها قطع صغيرين كنضيفهم على ديك المكونات وكنضيف حد المعلقة كبيرة ديال لهريسة وكنضيف ثلاثة الملاعق ديال المعدنوس مقرد ونصف عاصر حامضة وهديك الشعرية ديال السفل اللي سبقليه أحضرت في الأول وكذلك مرعقة كبيرة ديال التحميرا وثلاثة الملاعق ديال الصلصة الصوجة من بعد كنحاول ندمج ديال المكونات كلهم مع بعضياتهم مني كندمجهم كنضيف عليهم خمسين جرام ديال الفرماج الحمر اللي كنكون حكاهم مني كنحركم مزين مع بعضياتهم كنضيف لديك المقلات من فوق النار وكنصب ديال الخاليط ديالي في واحد التبصيل اللي كيكون عريض وكنخلي الحشوة ديالي كتبرد تماما تقريبا نص ساعة ولا عشرين دقيقة على حسب الجو مني كتبرد عذا بشكيم كلية ديال المونتاج اللي بصيلة ديالي كنناخد واحد طاوة كنفرج الطاوة تكون يعني ما يكونش عند ذلك الجناب طالعين تكون غير مسرحة عادية كننحط على ورقة الزبدة ومن بعد كندهن ذلك ورقة الزبدة بالزبدة اللي كانت تكون مدوبة وكنخد ربعات الورقات ديال البصيلة كننرتبهم وحدة جنب وحدة جنب وحدة جنب وحدة جنب وحدة لكونوا شوية مخالفين لما تكونش وحدة فوق وحدة باش يجين لك شكل يعني ما يجيش ما يجيش ما يجيش ما يجيش مدقصة كيف ما تقولوا جي موردة جي لشكل وردة من بعد كندهنو دك الواسطة بالزبدة وكنحط هذيك الورقة الخامسة الوسطة باش كده الحشوة ديالي ما كانت تفادى بأنها تخرج ليه نهائيا كان ناخد الحشوة ديالي ما بعد ما بردتها كان خويها في الواسطة ومن بعد كنشكل واحد الشكل كيكون يعني دائر دائري على شكل دويرا وكان ناخد خمسين جرام ديال الفرماج اللي كانت تكون محكوك الفرماج الحمر كان ديرها من الفوق يعني كتبقى اختياري ويستحسن تديروها وكانجمع دوك الجوانب جيدا على هذي شكري كنتشوفوا معايا مني كانجمعوهم كانجب صفر بيضى كانكون ديرا معايا شوية ديال الخل باش باش كده كانتفادى ديك الزفورية كاندهنبها مزيان ومن بعد كانحتجوز ورقات من الفوق وكاندخلهم من الجوانب مزيان مني كانتدخلهم ديك الزب ديالي كرمتوقع ليه كان ضيفها في الفوق وكنمسح الجوانب وكداليك البستائل ديالي مزيان وهكدا كتصبحها جايزا كانتقبها بواحد الكيوردام مزيان باش كدهك يخرج داك النفس ديال الطياب وكانتفادى المورقة ديالي ما كتقطع شليا اللي بتقدموها بصحة والرحلة لعائلتكم بالنسبة للزين كيبقى اختياري كل سيدة كالزين على حسب الإبداع ديالها بالنسبة لي أنا يا زينتها بخمسين جرام ديال الفرماج على شكل خطوط خطوط يعني خطوط مخالفة وكذلك زينتها بالقالين من المعدنوس والحامض والخيار يعني الزين كيبقى لحسب الرغبة ده وش كالنهائي اللي كان حصل عليه كنت من وصفات اليوم تنال إعجابكم وتجربوا وتشاركوها مع صحابكم وش كذلك تعمل فائدة أكتر وما كتنسوش تدخلوا للقناة صديقتي ناديا